بسم الله الرحمن الرحيم يجب منع عشبة العليق من تسلق أشجار الفاكهة من الأعشاب الخطيرة جدا ويعتبر نبات معمر بذوره متطايرة لجذور زاحفة وساق منتصبة رفيعة تمتد استيقانة طويلة للنبات زاحفة في دوائر بطيئة لتلف نفسها حول النبات في تشابك دوار وقد تتمكن من إضعافه وقتله لشدة منافستها لأشجار الفاكهة على الماء والمواد القذائية والضوء أو المكان نفسه إضافة إلى أنها تكون عائلا لكثير من الأمراض الفطرية والآفات الحشرية طرق المكافحة إعداد الأرض بطريقة جيدة وتنقية الحشائش والتخلص منها بحرقها وإجراء عمليات العزيق أو النقاوة اليدوية وفي حالة انتشار عشبة العليق بأعداد كبيرة تجرى مقاومتها باستخدام موبيليات الحشائش المصابها أتمنى لكم الفائدة